اشتركوا في القناة يهود ونصارى طبعا مش بس يهود يهودا ونصارى ايه المقاربة هذه وانت حكم عليك مسلمين الآن حسب لهوتكم او ايه اعتقادكم الاسلامي المؤسس على القرآن الكريم بفضل الله تبارك وتعالى قال في الحقيقة لا انتم تظنوا ان الله لا يأبه لا الله يأبه بنا ويهتم بنا ويراقبنا بل الله يقول استغفر الله اللهم غفرا مصاب بالخيبة خاب أمله من مين في الإنسان يعني الإنسان ما كانش عند حسن ظن الله مصاب بالخيبة والإحباط والحنق الله غضبان كمان غضبان عليش على ما يقع في الدنيا من شرور ظلم العباد بعضهم لبعض ظلم العباد بعضهم لبعض الحنصرية ظلم للصغار ظلم النساء ظلم المشتعمرين الاستعمار طبعا الحروب الغش الكذب النفاق كل هذا الفساد في العالم الذين يتجرون بحيوات الناس وأيضا بصحة الناس والعياذ بالله من أجل أن يربحوا ملايين زائدة فوق ملاييرهم قال الله محبط خائب الظن غضبان من هؤلاء طيب بعدين كوشنر قال إلا أنه غير قادر أن يفعل شيئا هو أعجز من أن يفعل تخيل هذا حقا هذا رجل دين استغفر الله العظيم الرجل يعني وصل إلى طريق نعم أنا لا أفتري عليه يمكن أن تقرأ له كتاب وعلى فكرة أنا مشهول حتى أعمل ريشيرشن هيك هذا بسهولة يعني معروف مقاربة هارولد كوشنر لقضية الخير والشر هذه قضية الشر يعني بالذات معروف أن الله يأبى والله غضبان ولا يعجبه وعندهم بلغاتهم طبعا الكتابية أنه حتى ممكن يبكي الله قال لك ويولول ويصيح عندهم هيك استغفر الله لا معناه كلام هذا قال لك ممكن كمان يبكي من أجل عباد ولكن هو عاجز ما يقبلش مش قادر طبعا في عندهم مبررات لا نوافق عليها مطلقا إلى الآن شوف طرح الإسلام المختلفات طرح الإسلام فيه عمق وفيه تنزيه لله أكثر بفضل الله عز وجل فيه محافظة على جناب التوحيد الواحدية والأحادية بطريقة ولا أروع بفضل الله القرآن علمنا هذا القرآن إيه علمنا هذا طبعا كما وعدتكم أنا لن أتورط الآن في محاولة الجوابات وعرض المقربات المختلفة فعلنا هذا على الفكرة نسبيا فيه خطاب ومحاولات سابقة موضوع طويل عريض لكن أنا أريد فقط أن يعني ألقي الضوء على بعض النقاط الحارجة بعض النقاط إيه الحارجة طبعا إيه 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 أعتقد هو كذا هذا الذي نجم المحرقة هذا مشهور جدا هذا أستاذ الجامعي والأديب والكاتب الروماني الأصل الأمريكي متجنس بعد ذلك كان أكتبه الفرنسية له حوالي ستين كتابا له حوالي ستين كتابا إيه 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 رب كهذا يرد عني على هارد كوشنر الرابي رب كهذا جليل به أن يتخلى عن منصبه لشخص آخر أكفأ منه يعني كلام فيه زل أكثر منطقية يا أخي إيه إيه إله العاجز هذا إله خلق الكون والسموات والأرض عاجز أن يفعل أن يرفع هذا الظلم أن يرفع هذا الظلم ما الجواب سنختم إن شاء الله الخطبة الثانية فقط إيه بلمحة سريعة من الجواب عن هذه المسألة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الحمد لله الحمد لله الذي يقبر التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أخواني وإخواتي قبل أن أعطي لمحات سريعة كما قلت من الجواب عن هذه المسألة فقط أقول أن أقول حين نذكر مثل هذه الأسماء أيها أخواني وهي الأسماء محترمة في دوائرها طبعا بلا شك وعندها أتباعها نحن نفعل تقريبا تقريبا الشيء نفسه الذي فعله علماؤنا وأسلافنا العظام حين كانوا يقولون وقال صالح بن عبد القدوس وقال ابن الروندي أو الروندي وقال فلان من الزنادق وفلان من الزنادق واضح؟ فعلوا هذا للرد على تحديات عصرهم وعلى تشغيبات معاصرهم وعلى إشكالات معارفهم نحن جديد بنا أن نفعل هذا أيضا بلغة حصرنا وعلى تحديات عصرنا انتبهوا عشان بعض الناس لا يأتي يتنطع يقول لك إيج دخلنا إحنا في كوشنر وفيزل وفلان وعلان وكانت لا يا حبيبي نحن نعيش في هذا العالم إذا أردت هذه المقاربات المطروحة الآن عالميا إذا لم تتناولها أنت وأنا على المنبار وعا وسائل للتواصل الاجتماعي وفي المقالات وفي الكتب أنا أقول لك سيجد أبناؤنا وبناتنا أن هذه المقاربات لم تعرضوا وبالتالي لم تحل لم يجب عنها إذا تركتهم حائلي أنت وإن تشغل مع ابن الريوندي ومع الشيعي الزيدي والشيعي كذا والأشعري والوهابي والأشياء التقريدية والقديمة والحديثة لا اشتغل بعصرك أيضا المسائل هي مسائل والمقاربات تختلف وتتنوع واضح عليك أن تكون على الأقل شاهدا على عصرك أثبت لنا أنك تعيش في هذا العصر طيب نعود إلى مسألة العجز المنسوب لا أستغفرها العظيم الرجل هذا الرابي اليهودي كوشنر وجد نفسه ملزوزا مضطرا أن يسلم أو أن يخر بأن بأن ربه لا أقول حتى الرب رب اللذي أمبي طبعا هذا هو أمبي هو بأن ربه عاجز لكي يحفظ له ماذا تعاطفه وأنه عنده سيمباتي عنده تعاطف معنا هو يأبه بنا علشان يثبت لهم أنه يأبه بنا ويهتم بنا قال لهم إيش هو متعاطف ومحب ومهتم وآبه ولكنه عاجز قالوا مقبول هذا لحد ما أحسن من الله شيء أفو ملايين قبلوا بهذه المقاربة تخيل مساكين والله مساكين نرثي لهم ملايين قبلوا بهذا على الأقل لم إيه لم يجدوا أنفسهم أنهم ظلوا وبقوا ماذا نهبا نهبا لغطرست وعربدت فكرة أننا إيه متركون لا يؤهب بنا هذا الشيء مخيف مرعب على فكرة أنك مرقم بك في الكون كذا لا أحدي أبا بك الله لا يبا بك موجودا كان أو غير موجود هذا الشيء مرعب مخيف فقالوا لا بأس لا بأس بهذه المقاربة ملايين وفقوا عليها واستحسنوها قالوا هذا شيء جميل أنه متحاطف على الأقل هذا ذكرني بحبارة قرأت ولي هيرمان ميلفل تعرفون موبي ديك الرواية الشهيرة جدا حوت وإسماعيل وكذا مثلت أفلام عدة مرات موبي ديك حتى في آنيميشن وكذا هيرمان ميلفل أو هيرمان ميلفل ماذا يقول يقول معظم الناس كما أعرفهم الذين يخشون الله في الظاهر ويبغضونه وهم غاضبون عليه في الباطن إنما يفعلون هذا ليش قال قال لأنهم غير واثقين من قلبه هم يتصورونه عقلا تاما كأنه قال بمعنى إيه أنه إله ميكانيكي إله خاضع للقوانين قوانين هو وضحها وأخضع لها كل شيء وهو كمان بيحترمها أصطف رازم كأنه يخضع لها وما فيش مكان إيه للتعاطف والرحمة والمحبة يعني إيه الأبه بنا فعلا أنه يأبه بنا قال من أجل هيك الناس لذلك على فكرة شوف ملاحظة ميلفل في القرن التاسع عشر هذه تفسر لنا تعاطف الملايين مع إيه مع كوشنر مقاربة كوشنر قالوا لا هو مهتم بيحبكم هو يحبكم يلدكم لكنه عاجز عذروا مش قادر فقالوا معذور عذر الملايين نحن طبعا نرفض هذه المقابلة تماما مثل ما رفضها هذا الناجي من المحرقة فيزل هذا إلي فيزل قال لا صحيح الإله لابد أن يكون قادرا لا إله إلا هو أنا مقاربتي يا أخواني مش مقاربة جدا بالكلية بالعكس إضاءة فقط إضاءة ضمن مقاربة أوسع منها تقوم على إيه على الإنصاف محاولة أن ننصف أن نعدل ننصف مع ربنا تخيروا وهو لا يحتاج إنصافنا لكن لابد أن نكون عادلين حتى في حكمنا إيش على ما ننسبه لله تبارك وتعالى ولكي نكون منصفين وعادلين ينبغي أن نحرر محل إيه النزاع تماما كيف يعني هنا الشيء الجديد البسيط في هذه المقاربة إنه تعزل ما لله صرفا عما إيه لغير الله في أشياء المسؤولة عنها بشكل مباشر مش هالله تبارك وتعالى أشياء أخرى أي شيء آخر مسؤول عنه إيه غير الله إياك أن تحاسب عليه ربك إياك أن تسائل الله بسادته في رأس هذا كل المظالم البشرية التي سببها البشر ويتسبب فيها البشر بما فيها الحروب والاستعمار والعنصريات والاضطهاد واستغلال الناس واستغلال العمال واستعبال إلى أخذ آخرين إياك أن تقول إيه إلا في حالة واحدة إذا ثبت لديك أن الله بكلماته سوّغ هذه المظالم وطلبها وأرادها هذا غير صحيح ترجمة نانسي قنقر